ايه ما احنا شايفين بيعد معانا على عدد الملفات اللي بيستعيدها المحزوفة الصور في فيديوهات المحزوفة بيستعيد فيها تابع معايا الفيديو عشان تعرف الشرح وازاي تقدر تسترجع الصور دي كلها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام اهلا وسهلا بكم في شرح جديد على قناة ابداع مصرح النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن طريقة استرجاع الصور المحزوفة وطريقة استرجاع الفيديوهات المحزوفة بطرق بسيطة وسهلة بدون اي تعيديات ومشاكل تابع معايا الفيديو للاخر عشان تعرف ازاي تسترجع الفيديوهات والصور اللي تحزفت معاك حتى لو تحزفت من فترة طويلة هنستعلق مع بعض في الفيديو ده في شرح الفيديو ده 3 طرق هنستخدمهم ان شاء الله ينجحوا معاك وينفعوا معاك في استعادة الصور والفيديوهات بس تابع معايا الفيديو واتغط لايك واشترك في القناة لو مش مشترك لانك هتستفاد مننا ان شاء الله اول طريقة هنشرحها النهاردة وممكن يكون البعض عارفها والبعض الاخر مش عارفها خلينا نستعرضها سريعا كده للناس اللي ممكن يكون مش عارفها او مش واخدة بلها منها وهي ان انا اخش على الستوديو وهضغط على الثلاث علامات الموجودين في الاسفل دول ثلاث شرط وهلاقي كلمة سلة المحزفات هضغط عليها وهنا هلاقي سلة المحزفات والفيديوهات والصور اللي اتمسحت مني بس هلاقيها اتمسحت مني الفيديوهات والصور اتمسحت مني من فترة قريبة ولو في فيديوهات اتمسحت من فترة اطول مش هلاقيها بس انت تقدر من خلال الطريقة دي ترجع الحاجات اللي اتحزفت منك حديثا فقط اما الطرق اللي جاية هيكون فيها استرجاع الصور والفيديوهات اللي محزوفة منك من فترة كبيرة كل ما علي ان انا هضغط على الصور اللي اعاوز استرجاعها اول فيديو وهضغط بعدها على العلامة الموجودة في الاسفل اللي هي علامة السهم المدور ده وهيتم استعادتها معايا خلينا نروح لتاني طريقة معانا النهار ده وهي عن طريق تطبيق موجود على جوجل بلاي التطبيق اسمه سلة المهملات حط لكم اللينك بتاعه اللينك التطبيق ده واللينك التطبيق التاني هل هنشرحه بعد ده كل اللينكات هتلاقيها في الوصف مجرد ما تضغط عليها يحولك مباشرة على جوجل بلاي وهتثبت التطبيق بدون اي مشاكل بدون اي اعلانات وبدون اي روابط هتضغط على اكس الفوق دي هتتخطى الاعلانات بالشكل ده بعد كده هتفتح معايا وجهة التطبيق بالشكل ده كل ما علي انا لو عاوز استعيد الصور هضغط على علامة صور الفيطغرافية من هنا او لو عاوز محتاج ان انا استرجع فيديوهات هضغط على علامة الفيديوهات الموجودة في الخانة دي خلينا نبدأ ونجرب ونشتغل على الصور وبعد كده الفيديوهات هندخل هنضغط على كلمة صور الفيطغرافية هتدي له السماحات اللي هو عاوزها بالشكل ده هيبدأ يعدي معايا هنا عدد الصور اللي بيستعيد فيها زي ما احنا شايفين هسيبه ياخد راحته لحد ما يستعيد معايا الفيديوهات او اقصد الصور ان احنا بنشرح على الصور استعيد معايا الصور كلها وهارجع عليه كتان عشان وقت الفيديو ما يطولش وبكده بعد ما اخد الوقت بتاعه واسترجع معايا الصور كتير كتير جدا هتلاقيها موجودة معاك صور اصلا انت ناسي انها كانت موجودة عندك على الجهاز هتلاقيها موجودة معاك في خانت الصور كل ما عليك انك تصفح الصور دي والصورة اللي انت محتاج انك تستعيدها على الجهاز بتاعك بتضغط عليها بالشكل ده وبعد كده تضغط على كلمة يعيد في الاسفل هتلاقيها راحت معاك على الستوديو وتم استعادتها ما تقفل زي الفيديو وكمل معايا الفيديو للاخر لانه لسه في بعض الطرق ممكن ان شاء الله تكون اقوى من دي وترجع معاك حاجات اقوى من دي تابع معايا الفيديو للنهاية دي كانت خانة استرجاع الصور لو دخلنا على خانة استرجاع الفيديو هلاقيها هي هي نفس بتاعة الصور بس دي هيستعيد معايا فيديوهات مش صور بضغط عليها هيتم استرجاع الفيديوهات اللي تم حزفها وبمجرد ضغطي على الفيديو زي موضوع الصور بالزبط زي ما شرحنا هيرجع معاك مباشرة الفيديو اهو بيعدي معايا كمية الفيديوهات اللي بيستعيد فيها ارقامها كم فيديو استعادوا معايا لحد دلوقت ولسه بيستعيد وبيعدي معايا اهو زي ما احنا شايفين كده استعاد معايا الفيديوهات اللي تم حزفها من فترة طويلة كل ما علي انه هو انصفح الفيديوهات دي ارجعها واشوف الفيديو اللي انا محتاجه واضغط عليه ومجرد ضغط عليه ده اعلان هنتخطى هتظهر لي القائمة دي هاضغط على كلمة يعيد وهلاقيه تم استعادته معايا في الستوديو دي كانت الطريقة التانية من طرق استعادة الصور والفيديوهات في معانا طريقة تالتة اشتابعني عشان تعرف ازاي تستخدمها ودي اقوى من الطريقتين اللي هما فاتوا فما تفوتهاش وهي عن طريق تطبيق استرجاع الصور والفيديوهات برضو تطبيق تاني اقوى من تطبيق اللي فات هنضغط عليه وهنفتحه بالشكل ده بعد كده هتديه لوجيت ستارت متحت بالشكل ده هيفتح معايا اعلان هنلغيه هتفتح معايا واجهة التطبيق بالشكل ده طبعا زي ما قلتلكوا هتخلي لكم لينكات التطبيقات بالترتيب زي ما احنا شرحناهم كده هتلاقيهم في الوصف مجرد ضغطك عليهم هيحولك مباشرة على جوجل بلاي تقدر تثبتهم بدون اي مشاكل بدون اي روابط واعلانات خارجية هضغط على كلمة اسكان اللي هي دي دايرة دي الشكل ده هنا بيعرض علي اختيارين اما استعراض استرجاع الصور دي في القائمة الاولى واسترجاع الفيديوهات في القائمة التانية شوف انت عاوز اللي نقصك او اللي اتمسح منك وحابب انك ترجعه سواء فيديو يبقى في الخانة التانية او صور في الخانة الاولى وضغط على سبيل المثال على الخانة الاولى على الصور هيبدأ يعدي معايا زي ما احنا شايفين وبنتابع تي عدد الصور اللي بيستعيد لي فيها هسيبه براحته لحد ما يتم الانتهاء واستعادة كل الصور تابع معايا الطريقة عشان تعرف ازاي ترجعهم هوقف الفيديو لحد ما يخلص عد عشان مطولش عليك واخد موقتوكو وهارجع عليكو تاني بعد ما يخلص هلاقي القانة دي فتحت معايا بالقائمة دي كل الصور اللي انا محتاجها او اللي اتحذفت مني هلاقيها في القائمة دي ما علي ان انا اشوف الفيديوهوق الصور اللي انا حابب ان انا نرجعها واحددها بالشكل ده على سبيل المثال هضغط عليها وبعد كده هضغط على الكلمة اللي باللون الاخطر في الاسفل دي هلاقي الصور استعادت معايا وهروح على الستوديو هلاقيها موجودة دي بالنسبة لاسترجاع الصور من التطبيق ده ولو عاوز استعيد الفيديوهات هتبقى بنفس الشكل عن طريق الخانة التانية دي هضغط عليها وهيبدأ يعدي معايا استرجاع الفيديوهات وبعد ما تحمل هضغط برضو بالشكل اللي احنا شرحناه في الصور هتضغط على الفيديوهات وهيتم استعادتها من فئة هتلاقيها في الستوديو وبكده يكون فيديو بتاع النهاردة انتهى لو استفدتم الفيديو هتنسى اشتركوا في القناة ولو وجهتك اي مشاكل اكتب لنا في التعليقات وهنرد عليك والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة